السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد خاص بالمدارس اللي بعد تلت عدادي النهاردة ان شاء الله معدنا مع مدرسة مهمة جدا هي مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام وكذلك مدرسة الانتاج الحربي بحلوان اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الانتاج الحربي انشاء مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام تابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتحت الوزارة بالتقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام مدة الدراسة 3 سنوات التخصص تكنولوجيا الميكانيكا تكنولوجيا الكهرباء والالكترونيات أما عن مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان مدة الدراسة 3 سنوات أما عن التخصص تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية سيانة ميكانيكية السباكة والمعالجات الحرارية اللحام وتشكيل المعادن بترو كيمويات تركيبات كهربائية معدات كهربائية إلكترونيات حاسبات تبريد وتكييف الهواء نجارة الأثاث وصيانة وإصلاح ميكانيكا السيارات أما عن شروط التقديم يجب أن لا يقل مجموعة طالب في تلتة عدادة عن 220 درجة وما يزيدش برضو سنه في أول أكتوبة عن 18 عام أما عن شروط القبول أن يكتزى المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكتزى المقابلة الشخصية والكشف الطبي ويجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم صورة استمارة النجاح يعني شهادة بتاعة التالتة عدادة مع بيان معتمد من الإدارة التعليمية التابعة لها زائد صورة شهادة الميلاد زائد شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب وسلطين شخصيتين طلب التحاق بالمدرسة بعد ملئة معلمة ملا صورة بطاقة ولي الأمر وحافظة مستندات وتسليمه بمقر المدرسة في الفترة من 1-7 حتى 15-7 ويجب التأكد من هذه المواعيد يبقى احنا عندنا مدرستين للإنتاج الحربي واحدة في مدينة السلام وواحدة تانية في حلوان طبعا دي لها تخصصات ودي لها تخصصات لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وكمان تشارل الفيديو عشان غيرك يستفيد وما تنساش تفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد كان معكم مستر رحمد علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته